اشتركوا في القناة اشتركوا بسرعة نحو الكاميرا المشهد يعود الى بوتين وهو يلتفت ببطء ويبدو عليه القلق ينتهي الفيديو بصوت مذيع يقول ما هو السر الذي يختبئ في ظلام موسكو تابعوا القصة الكاملة كانت ليلة شتوية باردة في موسكو والثلوج تتساقط بهدوء تغطي الشوارع والمباني بطبقة بيضاء ناعمة الرئيس فلاديمير بوتين قرر ان يأخذ جولة هادئة في شوارع المدينة بعيدا عن الرسميات وحراسة الامن كان يحب هذه اللحظات الهادئة التي تمكنه من التأمل والتفكير بصفاء بينما كان يتجول في حديقة جوركي شعر بوتين بشيء غريب كان هناك هدوء غير معتاد وكأن الحياة توقفت فجأة نظر حوله وعيناه تتفحصان الظلام فجأة لمح حركة سريعة في الزاوية البعيدة من الحديقة اقترب بحذر وفجأة برز أمامه منظر لم يتوقعه كانت هناك أفعى ضخمة بحجم غير طبيعي تتلوى ببطء متقدمة نحوه عيونها كانت تلمع بلون أصفر مخيف ولسانها المشقوق يخرج ويدخل بسرعة تجمد بوتين في مكانه للحظة لكنه استعاد هدوءه بسرعة حاول أن يتراجع ببطء دون أن يثير غضب الأفعى لكن الأفعى كانت أسرع في غمضة عين هاجمت بوتين ملتفة حوله بقوة شعر بأنيابها تخترق معطفه السميك وكانت الأمور تبدو كأنها نهايته لكن فجأة توقفت الأفعى عن الحركة وعيناها الثاقبتان تتجهان نحو السماء كانت هناك ضوء غريب ينبعث من السماء ضوء أزرق يشبه شعاع الليزر الأفعى بدأت تترنح ثم انفكت عن بوتين بسرعة واختفت في الظلام كما ظهرت بوتين الذي كان لا يزال مذهولا مما حدث بدأ يتساءل عن السبب وراء هذا الهجوم الغريب عاد بسرعة إلى الكرملين وأمر بإجراء تحقيقات فورية لم يكن هذا هجوما طبيعيا كان هناك شيء أكبر وأعمق خلف هذا الحادث بدأت التحقيقات تكشف عن قصة قديمة تروى بين أجيال سكان موسكو كان هناك أسطورة تقول إن هناك أفعى ضخمة تعيش في أعماق المدينة تحمي كنزا قديما يعتقد أنه يحتوي على قوة خارقة وكانت الأفعى لا تظهر إلا في الليالي التي يكون فيها القمر مكتملا وتحت ظروف غامضة لكن لماذا هاجمت الأفعى بوتين؟ هل كان هناك شيء خاص به جذبها؟ أم أنها كانت تحذيرا له عن شيء؟ أعظم قادم؟ استمر التحقيق واستمرت الأسئلة بلا إجابات تاركة الرئيس بوتين في حالة من الحيرة والقلق وفي أحد الأيام جاء رجل عجوز إلى الكرملين يدعي أنه يعرف السر وراء الأفعى قال إن هناك قوى خفية تعمل في الظلام وإن ظهور الأفعى كان بمثابة تحذير الرجل العجوز قدم نصيحة غامضة لبوتين عليك أن تبحث في ماضي المدينة فهناك أسرار قديمة لم تكشف بعد بدأ بوتين رحلته في استكشاف تلك الأسرار مكتشفا تاريخا غامضا مليئا بالقوى الخارقة والأساطير القديمة ومع كل خطوة كان يأخذها كان يشعر بأنه يقترب من الحقيقة لكن الأفعى كانت دائما تترصد في الظلال تراقبه كان يعلم أن المواجهة النهائية ستكون حتمية وكان عليه أن يكون مستعدا لما سيأتي لأن القوة التي كانت تختبئ في الظلام قد تكون أعظم مما تخيله يوما حياة الرئيس بوتين من الجندي المجهول إلى زعيم الأمة ولد فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين في 7 أكتوبر 1952 في لينينجراد الاتحاد السوفيتي التي تعرف الآن بسانت بوتروسبرغ روسيا نشأ في عائلة بسيطة حيث عمل والده فلاديمير سبيريدونوفيتش بوتين كعامل في المصنع بينما كانت والدته ماريا إيفانوفنا بوتين تعمل كعاملة نظافة عانى بوتين وأسرته من الظروف القاسية للمدينة التي دمرتها الحرب العالمية الثانية والحصار النازي منذ صغره كان بوتين يتمتع بشخصية قوية وعزيمة لا تقهر كان مهتما بالرياضات القتالية وبدأ ممارسة الجودو والسامبو في سن مبكرة مما ساعده على تطوير الانضباط والقدرة على التحمل كان حلمه الكبير أن يصبح جاسوسا يعمل لصالح بلده مما دفعه للالتحاق بكلية الحقوق بجامعة لينينجراد الحكومية حيث تخرج منها في عام 1975 بعد تخرجه انضم بوتين إلى جهاز المخابرات السوفيتية عمل في البداية في قسم مكافحة التجسس حيث أظهر مهارات استثنائية في العمل الاستخباراتي والتحقيقات في عام 1905 وثانمينين تم إرساله إلى دريسدن في ألمانيا الشرقية حيث عمل كضابط في الاستخبارات لمدة خمس سنوات خلال فترة عمله في دريسدن شهد بوتين سقوط جدار برلين وانهيار الاتحاد السوفيتي وهو ما أثر عليه بشدة أثناء وجوده في ألمانيا تعلم بوتين اللغة الألمانية بطلاقة وأظهر براعة في التعامل مع العملاء السريين والمواقف الصعبة ومع عودته إلى روسيا في عام 1990 قرر بوتين ترك العمل في والتوجه نحو العمل السياسي الصعود إلى السلطة بدأ بوتين مسيرته السياسية في مسقط رأسه سانت بوتروسبرغ حيث عمل مستشاراً لرئيس البلدية آناتولي سوبيتشاك خلال هذه الفترة اكتسب سمعة جيدة بفضل نزاهته وكفاءته مما جذب انتباه المسؤولين في موسكو في عام 1996 انتقل إلى موسكو للعمل في إدارة الرئيس بوريس يلتسن بوتين تنقل بسرعة في المناصب الحكومية وشغل عدة مناصب هامة منها مدير جهاز الأمن الفيدرالي ورئيس مجلس الأمن الروسي في عام 1999 تم تعيينه رئيساً للوزراء من قبل يلتسن وفي 31 ديسمبر 1999 أعلن يلتسن استقالته المفاجئة وتم تعيين بوتين رئيساً بالوكالة التحديات والإنجازات مع وصوله إلى سدة الحكم واجه بوتين تحديات هائلة كان الاقتصاد الروسي في حالة انهيار ومعدلات الفقر والبطالة مرتفعة كما كانت روسيا تواجه تهديدات داخلية خاصة من الجماعات في الشيشان بوتين قاد حملة قوية لإعادة الاستقرار إلى البلاد شن حرباً ضد المتمردين في الشيشان ونجح في تقليص تهديداتهم ترجمة نانسي قنع